سلام عليكم لبنات سلام حبيباتي وشراكم ان شاء الله تكونوا كامل بألف خيرت اللي تعليكم فيديو جديدة فيها مختلف الوصفات الرمضانية اللي نحتاجوها وكين العديد منها الأفكار اللي رايح نشاركها معكم ان شاء الله حيبت قلبيتنا لإعجابكم ما تنسونيش بجامل لا فيديو شجعوني بكومنت يا شباب كيمانتوما يا الغاليات وما ننسوش أهم حاجة اللي هي الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام في البداية على فيديو ني حنشارك معكم مقطايف في الكوشة محشيين بالكوكو من الوصفات تانية يعني الرمضانية اللي نحتاجوها بزف بزف وصفات معسلة باش نستقبلوا بها الضيوف دينا في الصهارات الرمضانية وولا يعني هكذا اللي يحبوا يكلوا حاجة حلوة بعد الفطور هاد الوصفة هادية رايحة تعجبكم بزف بزف نبدأ وعلى بركة الله في طريقة التحضير هنا عندي شوية قطايف هادو ما ليجوه هكذا قاق بهذا الشكل هادا نحلوهم كامل لبنات نديرو لهم شوية تعالفاني هكذا باش نقضيو على هادك الريحة اللي يجي فيهم وما عوما يديرو لهم كشغل للخل نوك نعطرهم شوية تعالفاني ونخلطوهم ليح نحلوهم بيام بيام ومن الجهة واحدة اخراني رايحة ندوب كمية تعسمن انا دائما رايحة نستعمل هادا تعلو اللي ما راحش يخطيني بما انو هاد رمضان يعني نحتاجو بزف في الوصفات سواء يعني المالحة الوصفة التقليدية الشربة ولا حتى في الحلويات شيت هاد البلارة الكبيرة تعكيلو وسبعمائة قرام هكذا باش تكفيني طيلة شهر رمضان الكريم وتكفيني يعني تاني باش ندير بيها الحلويات دوبت هالبنات سمن دينا ما نخلي واش يعني حتى يغلي بزاف غري يدوب برك على نار قليلة نطفيو عليه نزيدوه شوية لهنا لهادوك القطايف انا هنه تاني رشيتهم بشوية تعمى زهر باش كشغل ان نديهم شوية هكذا ونخلطوهم مليح مليح ومبعدا هنه البنات نجيبوه سنيوة لتروح للفرن انا حين ندهنوها تاني بشوية تعليدام دائما بسمن تعلوه ليما نحطوه هكذا بدرجة حرارة الغرفة واحد سمن يا البنات والله يعني من اروع ما يكون لا في التكستور تاعو ولا في يعني في الوقو والريحة اللي فيه ان دي غير ريحة تاع الزبدة ما شاء الله يعني هو نفسه تابع الشركة اللي تخدم الزبدة هديك تعالو بخانتون تاع اوبلين يعني نفس الشركة اللي بنات منتوجة اكثر منها رائعة يعني ما ننساش للجوسكا بخيزون هاداك كاك النقاش اللي درناه مع بعض اللي درتوا بهات السمن ودرتوا بالزبدة ديالهم والله هي البنات دياله ما حبيتش تروح في فميجا ما شاء الله وان شاء الله كيتلقاوا في الاسواق وراح نجربوه وتشوفو النتيجة اللي نحكي لكم اعليها انا منشح هنستغني عليها ان شاء الله في الحلويات في هاد العيد بإذن الله اهنا يا شوفو ناخدو كميات على هادوك القطايف نفرشوهم فوق هاداك سمن كيموقوت لكم سمن درت كمية مليحة القطايف يحبو لي دا نحاولو نوزعو مليح مليح هادوك القطايف وبعد نحاولو نطلعوهم تاني هادا شوية على الجوانب ونزيدو نرشو عليهم من فوق شوية تعليدهم هادا بهادا الطريقة هادا باش يطيبونا محمرين ويطيبونا مقرمشين اهنا يا شوفو خلت طبسي هادا بلا حطيتو فوق هادوك القطايف نزيدو نحطو عليه حاجة تقيلة انا كانت قدامي هاد البلارة تعسمن انا حطيتها هادا من فوق هادا باش تضغطلي على هادوك القطايف نخلوهم هاداك لحوالي نص ساعة هاداك الوقت نحو نحو نحضرو لسيغو دينا هنا في الكاسرونة حطيت كاسو نص تع سكر ونزيدو عليهم ثلاثة كيسان تعلمة انا هنا استعملت مسخون هكدا باش الكاسرونة ديالي ترفضلي الغلية ونزيدو معاهم بورتش تعقارس ونخلوهم يغلو بمجرد ما تبدأ الكاسرونة ديالنا في الغاليين نحسبو لها حوالي اربع ساعة ونطفيو عليها لازم نتحصلو على سيغو يكون تقيل بزاف بزاف هنا لنروحو لا فاقس تعنا ولا للحشو عندي هنا يا كوكاو اللي كنت حمصتو شوية درت عليه رشاة على فاني وستلو كي مشتو معايا البنات شوية على العسل وخلطو هكدا مليح مليح اذاك العسل لح يخلي هاد الكوكاو يجي معلك داخل هاد لقطايف كيما كتشوفو معايا اخيتي انا هنا الكوكاو استعملتو محمص وكشغل هكدا كحب ماشي مقطع انتو ما تقدرو ترحيوه وتستعمله تاني في مكان هكدا المقطع تاني رح يجيكم هاي الكيمة تقدرو طبعا تستعملو اللوز يكون مرحي ولا تاني يكون مقطع خشين وفعلا نفرشوه كامل مليح كطابقة تكون مليحة ومبعده هنا ناخدو كمية الاخرى تعلق طايف كيما شتو انا كنت غطيتهم على بلكم لقطايف حساسين يعني ما لازمش يضربهم لهوة وإلا ما راحين ينشفوه تاني بزاف بزاف ومبعده نغطيو كامل هادك الكوكاو بطبقات تاني تكون مليحة تعلق طايف ونضغطو مليح مليح لانو كيما لابلكم القطايف يكونو هاكدا يبانو بزاف ما كي يدخلو للفرن راهم رايحين كشغلية هابطو هنا نجيبو موس وعلى الجوانب هاكدا ندخلو كامل هادوك ال يعني كيما شتو هادوك القطايف اللي خارجين في الكوتي هنا جبت كمية عسمال لي كانت تبقات لي اللي كنت دوبتها مقبيل ومبعد بالبنسو نزيدو ندهنو كامل الوجه تاع هادوك طايف هاكدا باش يخرجونا محمرين والا هنه يعني دوكا بانا وجدناها هنه تاني نجيبو كيس بلاستيكي نغطيو بهادوك طايف ديوننا ونزيدو نحطو طبسي واحد اخر تاني يكون بلا ولا اي حاجة واحد اخرى ولا ونزيدو نضغطو عليهم هاكدا ونزيدو نخليوهم نص ساعة بعد نص ساعة لبنات هامليك اكو حين تشوفو كشغل قطايف تاوعكم كشغل نضغطو يعني هابطو شوية دوكا ما بقى لي برك ندخلهم للفرن على درجة حرارة 180 درجة مئاوية كي تشوفو الجناب تحمرو لكم نشعلو لهم النار من الفق حتى يخدو هاد اللون الدهابي كي ما قوت لكم شوفو القطايف يعني كي تدخلو للفرن هم رايحين يهبطو دوك هنا لازم تعمروهم ملاح ملاح غير خرجتهم وهو ما سخونين سقيتهم بهذا كلو سيغو لي قوت لكم كي ما كتشوفو في القاهم ديالو لازم يكون تقيل هاكدا باش القطايف ديالونا ما يفقدوش هاديك القرمشاء ديالو قلبت لبلاتو ديالي هاكدا بهاد الطريقة هادي وضوكا باش نقسموهم هاد حبات ستاع القطايف تاوعنا يعني يجو بنان هيلين للصهارات الرمضانية معلاتي تحبو تقسموهم على الشكل أصابع ولا على الشكل مربعات ولا مثلاثات ولا مقروطات عفوا يعني كي ما تحبونتوما نزينوهم من الفوق بشوية تعبيستاش وشوية ورد الشوش كي ما كتشوفو معايا أهنايا كي ما قلت لكم القطايف من الوصفات الرمضانية اللي نحتاجوها بزا بزا في الصهارات جي هيلة معلاتي جربوها البنت بهاد الطريقة وإن شاء الله ها راي رايحاتنا لإعجابكم وإذا كان حبيتو قطايف تاع المقلة ولا قطايف هادوك اللي جوروا لداخل الفورن هادوك معليكم فقط تكتبو في اليوشيخش في اليوتيوب قطايف ساميرا ديزاد ويحيخرج لكم كامل لفيديو هنا في العديد من المرات في الكومنتيغ تجيني أسئلة أعلى يعني بعض الأخوات اللي لا ماشيين تحهم كشغل تتكودها هاكدا وتكتب لهم سي أل دونك هنايا بش نحيوها البنت شوفو نجوين كين هاديك القفلة مكتوفيها غنساج وتحتها فيغوياج أنفان نضغط عليها حوالي تلت ثواني وراي رايحة تروح لكتيبة دونك هادي جي البنت ديفوان نوقفوا قدام لاماشين هاكدا وكوشتو لتوش هادوك جيين ديجيتا يعني غير نقيسوهم برك كشغل راح مراحين يخدموا بعد يصررنا هاد المشكل هادا كيمسرع لي أنا هنايا لذالك قلت نشارك معاكم هاكدا على المباشر هاكدا بش الأخوات لي صرر لهم هاد المشكل يعني يعرفوا كيفاش يسلكوا روحهم ان شاء الله الأخت لي كانت سقستني هاد السؤال هادا راني جاوبتها كاكوشتو الطريقة بزاف سهلا كيفاش نحيناها امامتو كانوا عندي أنا شوية حويجات قلت نرميهم داخل لاماشين درت حويج أنا هنا استعملت طوبسي اللي بنت هاد لوجال هادا ياكتوفيش حال تقير وخاتر اليوم استعملت هادا اللي بلعطرت على الافوند الريحة تاعو يا لبنت وش نقولكم يعني غير تحلو البيضون تشمو هادك الريحة هادا راهو جد مركز كيما كتوفو مكتوب حيغسل حتى ربعين غسلة يعني اذا كنتي مثلا تغسلي كل يوم يقدر هاد البيضون تاع 3 لتر يشدلك حتى شهر وعشرية يعني كتوفوش حال اقتصادي وراهو جد مركز وريحتو ما شاء الله ويعني نغسل به عدة مرات يعني يعاون ما شاء الله يخرج روعة روعة سيخطو الحويج تعدراري وكامل وفيهم ليه طاشك وتعارفو يعني او يخرج ما شاء الله ان شاء الله تلقاوا هالبنت في الاسواق وتجربوه راو فيها بزاف تعالي عطور راح تشوفوها من شاء الله معايا اوذوك البنت راني رايحة نشارك معاكم هاد الحلويات هادي اللي طلبتها من عند الاخت اللي موفى يعني انتعامل معاها بس كنت تعجبني بزاف الحلويات ديالها اوه صاحبت لاباج انستغرام قاتو الفخامة شوفو الحلويات هاديك انا هنا كانوا عندي شوية اصدقاء راهم جاييني جاييني عفوا اوه كماندي تعالي هاد الحبات تاع البقلة واكي مارا كنت شوفو لي جاية مورقة وعالية الله يبارك يعني تحفة فنية اوه دارت واحد الحلوى يعني صدقوني الضيوف تاعي انبهروا منها وكامل سخصوني يعني مني جاية الحلوى هادي كماندي التاني تشارك لعريان كي معنا بلكم انا نموت عليه كنت شوفو فلا فهم تاعو كيفاش بزاف شباب كيفاش مدور جاي كخوستيان هاي المعا قهوة حليب هادا تاني بنيون فخصي بالشوكولا من اطيب ما يكون يعني صدقوني اللوغو تاعو كي تاكلو كيشغولا كو تاكلو في هادك الفيروروروشي يعني بزاف ابنين تستعمل دائما نوعية جيدة تاع الشوكولا شوفو لداخل كيفاش محشي بالشوكولا هادك وقعو لله يعني من اطيب ما يكون تاني عنا هاد لقاتو السابلي بخيستيش تاني حتى هو لم الشكل ديالو ولم البنة ديالو تاني حتى هو ايجي فاقس يبو حد لا فاقس بزاف ابنينا والسابلي ديالو يدوب في الفم يالبنت دوك الاخوات اللي عندهم هكدا عرضة عندهم خطبة عندهم قطيع الشرط اللي محبة حلوية للعيد ولا حبيت نشارك معاكم هكدا لبنت باش تاخدوا فكرة على الحلوية التعقاط والفخامة يعني اللي كنت ديجا شاركتكم من قبل الحلويات ديالها واني يعني حبيت نزيد نعاود نشاركها معاكم بعد ما طلبتها على خطر الحلوية تحاب زاف شابة وبنينا وتحمل لكم وجهكم مع الضيوف ديالكم وهدي على ضمانتي لبنت اهنا شوفوا معايا تاني هاد البلاتو ديزيام هاد اللي راهو بواحد الالوان شوفوا كيما قلت لكم لوحة فنية الله يبارك ما شاء الله قاتوا الفخامة صديقتي سيسي نقول لك يعطيك الصحة على هادوك يعطيك الصحة ربي يخلي لك يديداتك ان شاء الله نحيي كامل بلات بلادنا اللي راهو يبدعوا راهو هكدا يعني كيم يقولوا يزيدوا كيم يقولوا كشغل لي تحفل حاجة كتر وكتر وكتشوفوا يعني في الإبداع اللي راهو هنا أمامكم الكعيكعات هادك الخوخ الزيريات عدنا مخبز هادو ما لي جايين شغل كخوفت هاكدا يا بضوغي لي فخوي شوكولاتي مقروط اللوز عدنا هادك لك شغل حبة تعتفاح باللون الخضر وعدنا حلوة التومة هاوليك رقم الهاتف تا قاتوا الفخامة مع لا باشتحات انستاغرام في فيسبوك قاتوا الفخامة لاني رايح نخلي لكم لليان ديالهم في صندوق الوصف هاكدا باشتدخلوا لاباشتاحا إلا كنتوا حابين تستفسرو على أي حاجة امام طن باشتزيدوا تشوفوا الخدمة اللي عندها ودير مام ليسالي هنا أكيد لازم نقسم لكم لبنات يعني باشتشوفوا الحلوات حال داخل اه دونك البنا انا راهي على دمانتي مي الشكل هاكدا نحب نورلكم كل حاجة أمامكم شوفوا معايا هادوك الكعيكعات يعني الشكل على برا ما عندي ما انا هدرب هاديك الوريضة بالدوغي الوريقة هاديك تاني الطلية بالبلون وشوفوا الطلية هاديك كيفاش تدوب في الفم وماشي خشينا بزاف عدنا هاد الخوخ هادا اللي يجي مفلاطي هاكدا الحبة تاع الخوخ شوفوا تبنك شغلتا على الصح يعني ليكون لغ بزاف شابين دارتهم فاقسي لداخل بواحد لغ فاقس تاني بزاف ودرت لهم حبة تعلين وازات الداخل مع شوكولات تغتيني تاني شوفوا يعني تحفا وهاد الحلوه هادي البنت يعني انا كنت كمونديتها عليها يعني شوية يامت من قبل وبعد انا مقدرتش كيم يقولون نشاركها معاكم اسما قعدت عندي وممضو يفتاعي بشاركتها معاكم حتى يعني كملت الخدمة تاعي في زهراتي في وهكذا كالحلوه يعني صدقوني بقى تلبس بها كيما كتوفوا اطرية معسلة ما شاء الله هنا قسمت لكم زيريات اكوش تلموس كيما يقولوا يهبطوا وحدوا وحدوا مع الطراب ريحة تعلقها راسا من اروع ما يكون هادا المخبس تاني كانوا داقوه الضيوف تاعي تاني جام ما شاء الله هناني ما قسمته لكمش ولكن صدقوني تاني الطرية روعة هادوهما ليفخوي شوكولاتي ليراهم تاني تندانس شوفوا كيفاش يجوا دارت لهم هذيك من الفوق الوريقة بالشبيكة تاني بزاف شابين فوقي لداخل بوحد لافخص بنينة ودارت لهم تاني شوكولاتا غتيني مع حبة تاع البندق يعني هو كيما قد لكم خياتي واحد الحلويات ليحمرو لكم وجهكم خاصة لي عندهم مثلا خطابة ولا عندكم هاكدا ضيوف سبيسيالا مجيينكم ولا حتى للعيد لبنت هادا مقرط اللوس شوفوا كيفاش جاي الطرية لداخل شوفوا ما شاء الله تقولوا ما دخلش كامل للفوق وريحت القارس فيه روعة وهادك السكر كيما قد لكم ما قري قاعد تاد الحلوة عندي شوية يامات هادك السكر هاكدك وبقى الطري ما ملاكوش هادي كتاع السكر ماشي هادك السكر ليجي خشين بزاف وقا هادي تاني الحلوة تعتفاحة ليحتها هي تاني تقريبا لافخص تحها تجبها لافخص علي فخوي شوكولاتي على بها مقسمتها الكومش ولا ممشوز بالنسبة للتومة حلوية كامل اخياتي يعني ما شاء الله خليت لكم لبنت رقم الهاتف تاعقات والفا خامة لا كنتوا حابين تستفسروا ولا كنتوا حابين تطلبوا هاد الحلويات هادي كيما قد كم ما كوشا حين تندموا البنات خياتي رايكم رايحين تحمروا وجهكم امام ضيفكم ان شاء الله واني وصيتها اذا كان دلت عليها طالبيات باش تتهل الله فيكم هاكدا سيختنتم احبوبتي الغاليات مدابية كيما انا دقت الحاجة وكيما انا شفتها مدابية انتم تاني هاكدا يعني توصلكم كيما اوريتها لكم بإذن الله ولي عشاق الحلويات واللي راهم يتوحموا نقلكم سمحوا لي وقلكم شاهدكم في الجنة وكانت هادي هي الطاولة اللي دلتها للضيوف اديالي هنا يا البنات التانية حنشارك معاكم خرجة كنت قلت لكم رايحة نعاود نولي البرخادم التي قصرايين عند المحل تعباب الدكان للمتوجات الطبيعية المرة اللي فاتت كنت نسيت ما ديتش هادوك العفايسة الحملة حلو كامل ولا تعطاجين حلو لذلك عاود وليت هنا انا كنت رحت معا العشية كامل هاكدا باش نتفادش شوية لغاشي راهم يغلقو حتى التسعة تعليل لبنات دوكنتوما الى كان مازال ما شيتوش التوابل دي ولكم مازال ما شيتوش الفريكوغا باب الدكان للمنتوجات الطبيعية راهم مازال داير تخفيضات ولكن بما انو بقى تسمانه برك رمضان التخفيضات اللي بنات راهي كامل هادو الأسبوع هذا مش كما من قبل كنت شاركتكم كانوا دايرين تخفيضات غير برك يوم الجمعة دوكن راهم دايرين تخفيضات منا حتى ان شاء الله ما يدخل رمضان علينا وعليكم ان شاء الله يدخل علينا وعليكم في الصحة ولا هنا ان شاء الله وش نقولكم اجواء تاع رمضان ريحت رمضان يعني كنت دخلت للمحلة يديرها حالة الناس را يتقضي كما قدكم راحت معا العشية كامل ولقيت ما زال الناس راهم يشيروا في التوابل تلاقيت مع المشتركات تعرفت عليهم نعمة نعمة المشتركات الله يبارك ما شاء الله ونشكر كامل أخوات اللي جاءوا للمحل واللي تاني داروا الطلبية التوحم وكانت كاينة لليفغيزان حتى التالتا من راسي راست يعني التوابل راحت حتى التالتا من راسي ان شاء الله كنتوا ساتسفة حبيبات قلبي اكتبونا في الكومنتار ولبعتوا لي في الانستغرام يعني وش رايكم في التوابل هادي اللي شاركتها معاكم لاني نحب رايكم ونحب يعني ان نسمع الاراء ديالكم حتى الجبن تاعوا تاني يعني يستقوني هنا لقيت واحد المسوي يشري قليل شري غير من عنده قلي واخيرا لقيت المحل ليبيع الجبن يعني هذك البنة تعزمان ولا هذك الفرماج كما قدكم ليجيبوه هنا من الخارج واخيرا لدينا محل يعني يبيع جبن طبيعي وبنين تاني سواء الكامونباغ ولا ليمونتال ولا يعني عنده بزافت على الاجبن الطبيعية كما قلت لكم انا وليت على جال هادو هوا تاع طاجين اللي حلو شباح صفرة كنت اديت المرة لي فاتتها وليك لبنت هذا مخدوم يعني على ايادي قاسنطينية حرة هذا شباح الصفرة يعني انا اديت وبنة تعو من اروع ما يكون لبنت وكنت شوفوا هنا يا تاع الطاجين تاع الحلو يعني كاين كل واحد تحبو تدو بالميزان تحبو تدو هكذا بباطا مشكلة من كل نوع هنا كيما تحبو انتوما واللي تتاني كيما قلت لكم على جال هادو مالعينة والزبيب وكامل غير الزبيب اللي بنت هذا الصفر فيه ثلاثة انواع كاين هذك الرقق كاين متوسط وكاين هذك الكبير مهم الزبيب الاسود هاوليك هنا تاني متوفر عجبني بزاف بزاف الحجم ديال والله يبارك هذك اللي بنت مليح بزاف اللانيمي عندهم تاني هذك اللي فخاز الموجفافين عندهم البانان عندهم الكيوي المهم كامل وش تحتاجه في طاجين اللي حلو من الفواكه موجفافة راهي كاينة ونوعية جيدة بلا يعني ما نحكي لكم على النظافة على المحل وعلى يعني كما كتشوفوا معايا كل حاجة داخل باللارات وكل حاجة نقيقية مغلوقة عليها يعني صراحة والله غير كي جيت لهنا وشري التوابل تحهم والفريق تحهم يعني ما ندمتش بكل صراحة وشاركتكم شربة تحهم بالفريق ديالهم تاني خرجت روعة لانه الفريق ديالهم هايل بزاف ماشي هاداك الفريق لخشين بزاف وماشي هاداك رقيق بزاف يعني هاي الف الشربة ورام يديروا البنات كي ما قلت لكم توصلي كامل الولايات وين ما كنتو يعني يجيبوا لكم الطلابية ديالكم حتى باب المنزل سواء توابل اللي حبيتوها خلطة هادي كتاع الشربة ولا الفريق ولا ولا يعني هادو كتاع التعطاجين اللي حلو هنا البسيسة تاني راهي متوفرة على نوعين البسيسة عادية ولا الروينة وكاينة تكون فيها ميلونج هاديك مليحة للنفسات وكامل تاني راهي هايلا هاديك تاني راهي كي ما يقولوا مخدومة على اياد نسق صنطينة لما نحكي لكم على الطعام تعلي يعني مفتول باليد وكامل انا عجبني تاني واللي تعالى جالو كنت اديت شوية من الطعام هاداك اللي جاي شوية رقيق هاداك مليح المصفوف للصحور تاني اللي يحبوا يصحروا بالطعام بالزبيب وكامل نستعملوا من الاحسن هاداك الطعام رقيق يعني باش يجي هايل ووالا هنايا كنت شريت شوية شوية من كل حاجة كي مرا كنت شوفوا معايا يعني درت شوية خيرت كي ما يقولوا شوية ليكولو غديت شوية من الكوي شوية من هادو كليف خاز العينة واسمو هاداك المشماش تاني ديت شوية الطعام هاداك الرقيق عاوز تشريت شوية لعكري تاني بس كديجا هاداك اللي ديتوا كنت استعملتو كان قربي خلاص لي هاكدا باش نزيد نستعمل هادا اللي راه جاي نخليه لرمضان ان شاء الله ولحيانا ربي وديت كي ما قوت لكم شوية من هادك البسيسة والروينة انا نحبها نموت عليها بالعسل والزبدة وكاين كي ما قوت لكم حتى هادك الروينة اللي مليحة لنوافس فيها يعني الخلطة توقع لا تيل مكركب البنات الثاني بزاف هايل انا راني نستعمل فيها مؤخرا هادا بالميزان هادا البنات التقيل يعني مش كي ما هادوك نستعملو هاداك اللي يجي تاع الباكي وقا هادا راني نستعملو دونك ولي تنقص من الكمية تعلاتي وليس قام لي رخيص وتاني ولي يجي قاطع يجي هايل هادا الطعام تاع المسفوف كي ما قوت لكم مفتول هادا مفتول من ايادي تعني سأولى حراير تع تيزي وزو يعني صاحب المحل تعباب الدكان هو اللي يروح اللي عندهم ويجي بو من تيزي وزو مفتول باليد في الدار ونقيقية البنات يعني تخشى ما لقيتها فيه وستكي ما قوت لكم ديت شوية تعا العكري وفالا دونك انتو ما تاني اذا كان ما زال ما شيتوش توابل خليت لكم البنات هنا رقم الهاتف راوي جوز امامكم حيوصلكم توابل تعكم حتى باب الدرء الى ما قدرتوش يعني تتنقلو وهنا في الاخر انا رايحة نشارك معاكم انا المشتريات ديالي وفالا دونك كي ما قوت لكم شيت هادو ما تعال تعطاجين لحلوم هنا شفو هاداك الزبيب لك حال يعني لي عندهم لا نيمين نصحهم به هاي البزا بزاف شيتاني من هادا الزبيب شوفو الله يبارك نوعية جيدة وبنقيقية ركوشته داخل باللارات مغلوقة عليهم هادو ما تاني هادي شيتها هاكده وواجده اعجبني الشكل ديالها العينة شوفو الله يبارك شحال كبيرة مام هاداك المشماش تاني مهم انا يعني قنعوني بالتنظيم وحسن الاستقبال وخاصة بالنظافة يعني شريت وانا خاطرين مرتاح وان شاء الله كامل يعني المحلات التوابل يخدموا هاكده بهات الطريقة بهات النظافة هادي وهذا هادا كلاتي المكركب اللي كيما قلت لكم هاوليك هنا قوليت نشريه بالميزان يعني عندي مدة وانا نشري فيه والعكري وطعام تاني كانت هادي هيالا فيديو تاع النهار اليوم ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معايا ان شاء الله نحيت لكم على خاطركم نقول لكم تهلا في صحتكم احبوكم في الله في امان الله حبيباتي اشتركوا في القناة